تقيقة إن ملف المخدرات أصبح أحدى الملفات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيران بالضغط على المجتمع الدولي وعلى بخصوص رفع العقوبات وهذا ما صرح به الرئيس حسن روحاني في أحدى المؤتمرات عام 2018 قال إن لم ترفع العقوبات فستغرق المنطقة في المخدرات وفي الإرهاب وفي اللاجئين اليوم أصبح الوضع مكشوف لا يمكن أن ننكر دور إيران في المخدرات في المنطقة كلها أما بخصوص منفذ الشلامشة والبصرة الكثير من هذه المنافذ تحت سيطرة عناصر وخارج عن الدولة وقد سمعنا في أكثر من التصريحات أيضا أن بعض الأماكن وخاصة في الموانئ قد تكون تأتي حاويات ولا أيضا تدخل للتفتيش يعني تخرج بصورة سرية أو بصورة بدون تفتيش حسب موافقات خاصة يعني هذه كلها تضع استفهامات حول دور المنافذ الحدودية والحكومة المركزية في هذه المنطقة وأيضا الكثير من أخوان الإعلامين الله يرحمه أستاذ أحمد عبدالصمد اللي كشف الكثير من عمليات اللي دخلت فيها المخدرات عن منفذ الشلامشة بصورة رسمية ودخلت عليها في وقتها وموجودة فيديوهات على اليوتيوب وأيضا الكثير من الضباط اللي يعملوا في هذا الملف مثل زميلي المقدم عمر جاسم اختالوا على هذا الملف البصرة اليوم بصرة مليئة مع الأسف بالمخدرات وهذا يأتي إلى ضعف الحكومة المركزية والحكومة المحلية وضبط الحدود في ذلك المكان طيب أستاذ سيف نجدد ترحب بك معنا في الحصاد إذن يعني آفة المخدرات لم تسلم منها أي دولة وكان العراق سابقا خاليا من هذه الآفة أما الآن فحدث ولا حرج كيف يمكن التعاطي مع هذه الآفة بغض النظر عن تقصير الحكومة أو المنافذ الحدودية أو ما شاكل نعم أستاذ سعد المشكلة قبل النظام قبل 2003 أنا كنت في 426 فرقة 14 والذي كان في منطقة التي صحولها السد أليف أو بين هذه المنطقة على الحدود العراقية الإيرانية يكون الضابط في فوجه الثاني هناك وهذا الفوج كانت مهمته فقط نصب الكماء على المهربين المخدرات في ذلك الوقت كان هذا الممار فقط الأكثر لعبور المخدرات وليس لداخل العراقي شأن بهذه المخدرات يعني ما كان شباب يتراوجون هذا المواد المخدرة ويتعاطوها مثل ما زادت في هذه السنوات بعد 2003 أعتقد أن المخدرات يعني أن أعتبرها حرب موازية للإرهاب وحرب ناعمة ممكن أسميلكيها لإنهاء جيل لإنهاء شباب كاملة يعني أي شاب إذا يفقد أهليته في الفكر والوعي ما تقدر الدولة أن تقود مؤسساتها لأن تعرف نظام الدولة يقوم على الشباب اشتركوا في القناة